اشتركوا في القناة اشبخ خيوط المحبة طول ما الوداد واصل وانشلت ملحم لحبة ما في الزعل واصل واما الرغيف ينقسم بالحب يبقى كتير فارجع بإيه تقسم واللي انكتب حاصل جبر الخواطر طارق بيقرى بالمسافات والدح تبق باللير اللي حياته اهار جبر الخواطر طارق بيقرى بالمسافات والدحكة بيق باللير اللي حياته اهار واما يكون الريض ده ممتهى للأحلاق مهما تكون الزرور لسه الأمل لسه الأمل لسه الأمل لسه الأمل حياته اشتركوا في القناة يلا نفتر معاهم ونجبر الخواطر ونسمع صوت دعاهم النهاردة حلقة من الحلقات يلا نفتر معاهم من نادي الأرمن اللي احنا تعودنا بأنه تلت سنوات بنيجي يوم تلت يوم او رابع يوم من رمضان بيعملوا فطار مجمع وبنفتر طبعا اللي بداينا البشموهندس زانيال اه هو كان قال لي ما تقولش ميلي دعينا فطبعا طبعا أنا حاجة هنا بصفة ايه طبعا دول ارمن وانا راجل مسلم يعني فطبعا بقول البشموهندس دانيال هو اللي بداينا وانا بحبه جدا وعشان كده انعملت معا القاء النهاردة حنقول حنقول لكم لسانة طيبة اساس دانيال سنتظر فطارق موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله ناصر عثمان في البداية محامي صحفي مدير الشؤون قانوني الحقوق الانسان دخلت التمثيل كهواية ثم اثقلتها بالتعليم حصلت على دبلوما في الاخراج السينمائي كتابة السيناريو والتصوير الحمد لله اعمالي الفنية سواء داخل مصر او خارجها تجاوزت الخمسة وتمانين ما بين مسلسل وفيلم الحمد لله زي ما تفضلت حضرتك وقلت الواحد بحاول ينتقي الحاجة اللي يقدمها لان احنا حطين لنفسنا هدف او قاعدة هي احترام عقلية المتلقي وحاولة الاضافة اليها وطبعا انا اسف ان انا بقى تكلمك ان الفن ده رسالة مش مجرد ان انا بشتغل وخلاص عشان كده عشان الفن رسالة احنا بنحاول ان احنا ننتقي لنقدمه لان الفنان بيبقى مؤثر في المتلقي فلازم يكون انسان بيضيف للمتلقي ما ينفعش ان احنا نشوف خدوة بالنسبة لنا واحد جسمه العلوي عاري بيمسك سينجا في ايده وكلام منها لا احنا عايزين يكون الخدوة بالنسبة للمتلقي دكتور عالم مختلع مكتشف عدلك احنا الفكرة البرنامج ان انا بنخرج الشارع بنفتر مع كل الفئات المجتمع وكل الطبقات فالنهارده انا سنويا باجي يعني بقى انا تلت سنة دي تلت سنة تلت رمضان لينا احنا كان ليا صديقي دانيال بيعزمنا بنفتر مع الناس دي الارمن دول الناس الطيبين وفي مسلمين كتير وفي مسيحيين يعني عارف تحس ايه كلنا دايبين في بعضينا فده يعني انا عايز حضرتك تتكلم في الهتة دي للناس هو مصر الحمد لله يعني جاء في قوله تعالى ادخلوا مصر ان شاء الله امنين لو حضرتك هتقول حاجة انا هقولها دي تحتمل الصواب وتحتمل غير الصواب لكن لما يكون ربنا اللي بيقولها فلا تحتمل الا الصواب انا النهاردة لما جيت برضك فوجئت بالاستعبال الراقي فوجئت ان في اخوة معنا مسيحيين اصدقاء عزاز علينا اصروا ان هم ما يتناولوش اي طعام غير لما ازان المغرب يأزن وكلنا اكلنا في وقت واحد دي مش عايز اقول لحضرتك اصارت بيا ازاي يعني عسينا ان احنا نسيج واحد فعلا يعني هم صمموا لا محدش هيتناول حاجة محدش هيتش رب حاجة محدش هيولع السجارة غير لما ازان المغرب يأزن حضرتك انا من حلقتين ذهبت يعني صورت مع بعض ناس الطيبين في الشارع فبيقولولي انت بتعمل البرنامج ده ليه يعني انت تعايز اي تعايز شهرة مثلا فكان ردي والله انا بعمل هذا البرنامج يعلم ربنا نيتي بتغير مرضات الله يعني انا يعني عايز انزل افرح الناس افرح كل الناس يعني يعني قبر الخاطر ده جميل حتى حتى في التتر احنا عم بنقوله جبر الخواطر طريق جبر الخواطر طريق بيقرب المسافات والضحكة بتبلر ايه للي حياته هات يعني انا فعلا كان 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 ال 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 انا ببتغي فضل ربنا في هذا البرنامج ان هو يكون جبر خواطر فايه رأت في الموضوع ده والله حضرتك طبعا محق ومحق جدا كمان احنا ممكن نكونوا قاعدين في بيتنا لو جعانين او عدشانين نتيجة الصيام قاعدين في التكييف قاعدين في الدل في غيرنا لا بييجي عليهم المسافة بيدرب هم قاعدين في الشارع سواء بيحرصوا في الامن او ان هم بيعملوا اعمال ما ينفعش يخدمينهم اجازة فدول لازم احنا ننزل عندهم وانطبطب عليهم احنا لوين دول بالذات محتاجين اللي احنا اللي طبطب عليهم احنا طبطب عليهم يعني فعلا دي انت جبت التعبير الصحيح الطبطبة وفعلا احنا كلنا جميع المستويات محتاجة طبطبة وطبعا ربنا بيبعث لنا حد عشان هو ربنا الكريم بيطبطب علينا ما يكونوا احنا محتاجين هذه الطبطبة بصرف النظر ان حضرتك مين او فلان مين او تان مين انا بتكلم في كل المستويات انا بحتاج التبطبة فعلا يعني هيحضرني قول الرحمة الله عليه امام الدعاء الشيخ الشعراوي بقولك لما لقى الدنيا ازلامة او لقى الظلمة اكتر لان ربنا وعدنا بعد الظلام لابد ان يأتي النور بعد العسر يسر وبعين ربنا على مرتين انما العسر يسر انما العسر يسر يعني يعني فعلا احنا كانت البغية بتاعتنا ونبتغي فضل ربنا ان احنا ننزل بين الناس يعني نقول لهم كل سنة وانتو طيبين ونقدم لهم حاجة بسيطة كده من اللي نقدروا عليه بالحب والطبطبة زي ما حضرتك قلت انا بقول لحضرتك كل سنة وانتو طيب وانا شاكر حضرتك انك انت شاركتي معايا في احدى الحلقات لاني كان فعلا انا يعني مشتوق فعلا ان انا اكون مع حضرتك في حلقة من الحلقات او حضرتك ان شاء الله هتشرفني ان شاء الله على الهوى زي ما اتفقنا باذن الله لاني بجد انا بفتخر بولاد اسكندرية وبحبهم جدا الله يخليه كل عام وحضرتك بخير والسادة مشاهدين كلهم بخير ورمضان ما يكونش برضك يعني الصيام والالتزام في رمضان فقط لا رب رمضان هو رب باء السنة بخليكم ملتزمين طوال العام اه طبطبوا على بعض مرة تاني اه انت طاريبين الوقتش بتقدم برنامجك على اخوان اسمي قناة ايه الصحة وجمال انا اقول ان اح الصحة الحمد لله عندنا والجمال هو طاريبين كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب اشكر حضرتك جدا اشترك فان اشترك فان